لم يكن أثر الهجرة النبوية المباركة فقط على المسلمين بل تعدى ذلك إلى العالم كله بأسره وظهر ده من خلال تأسيس ساعتها لدولة المسلمين الأولى وبنقول دولة المسلمين الأولى لأنها قامت على أسس حضارية قوية حيث وأسست بعد ذلك للحضارة الإسلامية اللي أسرت بشكل كبير جدا في مختلف مجالات الحياة الإنسانية من العلوم من الفنون إلى الأخلاق إلى الاقتصاد إلى السياسة حتى صارت بعد ذلك القيم والمبادئ اللي أرساها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة نموذجا حقيقيا يحتدى به في بناء المجتمعات المتحضرة